في الدرس السابق الحرف جر من على أفون الحرف جر في على مع وكان على الشكل التالي د متحرك سائد أ متحرك لا يفرق الرمز د متحرك أ متحرك بعد التعويض بما أن د متحرك ممكن أن يكون د أو أن يكون ت كيف نميز بين د أو ت ننظر إلى الكلمة مثال كلمة أوضع إذا كان آخر حرف الكلمة من الأحرف السمانية التي هي في، س، ت، ك، تش، شي، هي، ب هالأحرف السمانية سميناهم بإسم باقع الفستق في الدرس السابق إذا كان آخر حرف الكلمة من هذه الأحرف السمانية نضع ت أما إذا كان من باقي الأحرف نضع د لننظر آخر حرف الكلمة ليس من الأحرف السمانية إذن نضع د وبما أن سوف نأخذ آ متحرك ننظر إلى آخر حرف صوتي حسب القاعدة السنائي إنها إنه إذا كان سقيل نضع آ وإذا كان خفيف نضع آ هنا الحرف سقيل غير منقوط إذن أضاد د مثال آخر صنف ننظر إلى آخر كلمة عفوا آخر حرف الكلمة إذا كان من الأحرف السمانية نعم إنه من الأحرف السمانية في إذن نضيف فقط ت صنف ت وأيضا الحرف الآن متحرك إنه إما آ أو آ ننظر إلى آخر حرف صوتي إذا كان سقيل غير منقوط نضع آ وإذا كان خفيفا منقوطا نضع آ إذن صنف ت صنف ت تعني في الصف إذن هذا الحرف يعني في إذا كان المثال كلمة غرفة صف بيت نستطيع أن نقول في أما إذا كان المثال كلمة طاولة لا نستطيع أن نقول في فنقول على الطاولة لنأخذ هذا المثال لنقول ماسا ماسا تعني طاولة ننظر إلى آخر حرف إذا كان من أحرف السمانية نضع ت وإن لم يكن نضع د إنه ليس من أحرف السمانية وننظر إلى آخر حرف صوتي في الكلمة إذا سقيلا نضع آ ماسا دا تعني ليس تعني في الطاولة وإنما على الطاولة وأما إذا كان المثال اسم مثال علي فتكون الترجمة مع علي إذن هذا الحرف دا دا متحرك أو متحرك هو مثال هو معناه في العربية سلا أسمعني في على مع الآن لنبدأ بحرف من حرف من حرف جر من سوف نبدأ به الآن دا متحرك آ متحرك ونضيف فقط نين نين سوف نستنتج إذن دان دين تان 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 دا متحرك ممكن أن تكون دا ممكن أن تكون تا حسب قاعدة فستقش شاب بقى الفستق آ متحرك آ متحرك ممكن أن تكون آ ممكن أن تكون آ ونلحقها بحرف نين نين غير طبيعي حرف النين حرف طبيعي دان دين تان تان لنبدأ بالمثال اوضا دا تاني في الغرفة أما اوضا دان تاني من الغرفة صنف تان تاني صنف تا تاني في الصف أما صنف تان تاني من الصف إنها بسيطة جدا علي دا تاني مع علي أما علي دان تاني من علي فقط إضافة للدا حرف الجر في فقط إضافة حرف نين السابت وبهذا يكون عنا حرف الجر من الحرف الجر الأخير اليوم هو إلى في لعوت التركية حرف الجر إلى هو أ متحرك إما أن يكون أ أو يكون إ فقط إذا إذا أضفنا حرف آ أو حرف إ إلى أي كلمة فيصبح لدينا حرف الجر إلى مثل أو 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 دا في الصف أو دا من الصف عفوا أو دا في الغرفة أو دا من الغرفة لنبدأ بأ أو دا ويجب أن نضيف حرف الجر إلى أي آ بما أنه سقير نضيف آ وكما أخذنا سابقا لا يجوز إلتقاء حرفين صوتيين نضيف ي أو دا ي تعني إلى الصف إلى الغرفة عفوا لنأخذ كلمة صف صنف صنفتا تعني في الصف صنفتان تعني من الصف صنف أ صنفة تعني إلى الصف لاحظتم كيف الحرف سقيل غير موقود ولحقناه فقط بحرف آ أو إ لنأخذ مثال آخر مثال كلمة إف بيت إف دا في البيت إف دا من البيت أما إلى البيت إف وأضفنا إ إف إلا البيت مثال آخر كلمة مكتب تعني في التركية أوفس أوفس ت تعني في المكتب أوفس تان تعني من المكتب أما إلى المكتب تعني أوفس أي يعني أوفس أوفست 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 لنأخذ مثال آخر كلمة أكل أكل دا في المدرسة أكل دان من المدرسة أكل إلى المدرسة في حرف في الأحرف الصوتية في اللغة التركية هناك بعض المشاكل بما أننا سوف نضيف حرف الجر آ إلى أي آ أو آ فسوف يحصل لدينا بعض المشاكل في هذا الحرف الصوت هناك قاعدة في اللغة التركية سوف نعطي لها نحن إسما الأحرف هي عبارة عن أربعة أحرف ك ت 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 هذه الأحرف إذا أتى بعدها حرف صوتي هذه الأحرف الأربعة إذا أتى بعدها حرف صوتي تقلب إلى أحرف مماثلة K تقلب إلى G أو يمشق T تقلب إلى D K تقلب إلى J أما P تقلب إلى B سوف نأخذ مثال عنهم جميعا مثال كلمة ببك تعني طفل إذا أردنا أن نقول إلى الطفل نقول بب تحول الك إلى يمشق ونقول حرف الجر إلى A إلى الطفل K حولت إلى يمشق مثال عن كلمة عن حرف T كلمة يورت يورت تعني وطن إذا أردنا أن نقول إلى الوطن نقول يورت دا حولت حولت د مثال عن كلمة أغات تعني شجرة كلمة أغات شجرة إذا أردنا أن نقول إلى الشجرة نقول أجا حولت حولت إلى ج بعدها بسبب ما جي حرف صوتي بعدها هو حرف الجر إلى إذا أردنا أن نقول كتاب إلى الكتاب مثال نظر إلى الكتاب كتاب ب حولت إلى ب وأتى بعدها بسبب ما جي بعدها حرف صوتي لنعمل مراجعة بسيطة د د ت ت حرف الجر في على ما دان دين تان تين حرف الجر من آ إ حرف الجر إلى د ت د د تات نأخذ د نأخذ ت حرف الجر نأخذ ت عندما تكون آخر حرف في الكلمة من الأحرف السمانية في س ت ك ت ش هي ب أما د عند باقي الأحرف أما آ أو إ في حسب قاعدة الصوت الصناعي لا داعي لتكرارها حرف الجر من نضيف فقط حرف إن بعد هذه القاعدة إن الأحرف السمانية أو باقي الأحرف أما حرف الجر إلى إضافة آ أو إ إذا كانت الكلمة تنتهي بحرف صوتي مثال أوضة نضيف حرف حماية ي ثم آ أما إذا كانت تنتهي بحرف من حروف كاتشاب مثلما أخذنا القاعدة منذ قليل فإما تحول من حرف الكي إلى جي أو يومشك جي حرف تي إلى دي حرف تي إلى جي حرف البي إلى بي شكرا للمشاهدة